أهلا بكم في الحرة الليلة أنا أحمد خير الدين والبداية من المشهد الأمريكي قبل أيام من الموعد المنتظر تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن إجراءات أمنية تمهيدا لحفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن خوفا من انطلاق مسيرات مسلحة هذرت منها القوى الأمنية خصوصا بعد مهجمة متظاهرين مؤيدين لترامب مدنى الكونغرس الأمريكي قبل أكثر من أسبوع تشمل الإجراءات الأمنية إغلاقا شبه تام للعاصمة واشنطن خصوصا المناطق المحيطة بالبيت الأبيض ومبنى الكونغرس والوزارات والمكاتب الحكومية كما يشمل الإغلاق المتنزه الوطني في قلب العاصمة والذي يمتد لبعض الأميال أمام مبنى الكونغرس وجه إلى العاصمة واشنطن 25 ألف جندي من الحرس الوطني من الولايات كافة للمساهمة في تعزيز الأمن داخل العاصمة وتحديدا حول مبنى الكابيتر أرلقت السلطات 13 محطة لقطار الأنفاق داخل العاصمة تمهيدا ليوم التنصيب في محاولة لمنع توافد الزائرين إلى العاصمة خلال الأيام المقبلة كما أعلنت شرطة العاصمة عن إغلاق أربعة جسور رئيسية تؤدي إلى العاصمة من الولايات المحيطة يستعمل هذه الجسور نحو 800 ألف مواطن يوميا هذا بالإضافة إلى إغلاق عشرات الطرق الرئيسية داخل العاصمة واشنطن حواجز وآلاف العناصر من الحرس الوطني في العاصمة واشنطن وفي عواصم العديد من الولايات الأمريكية تحسبا لمواجهة احتجاجات بطابع عنيف ينظمها مؤيدور رئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيد تكرار ما حدث في مبنى الكونغرس يوم السادس من يناير إجراءات أمنية مشددة تأتي بعد تحذيرات أصدرها مكتب التحقيقات الفدرالي الـ FBI من احتمال خروج تظاهرات مسلحة في جميع عواصم الولايات تستمر حتى يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن الأربعة حيث يؤجج هذه الاحتجاجات أنصار ترامب الذين يعتقدون بصحة ما يقوله عن تزوير وسرقة للانتخابات في العاصمة واشنطن يستمر التأهب الأمني استعدادا ليوم التنصيب حيث أقيمت نقاط تفتيشا على مداخل وسط المدينة فيما انتشر آلاف الجنود في الشوارع وحول المباني الحساسة وأغلقت منافذ دخول المعالم الشهيرة ومن بين الولايات التي قامت بتعبئة حرسها الوطني لتعزيز الأمن فيرجينيا وميتشيغن وويسكنسون وبانسلفينيا وواشنطن بينما أغلقت تكساس مبنى كونغرس الولاية حتى يوم التنصيب مخوف أمنية جدية أذكتها مؤخرا التقارير المشككة بالطابع العفوي للاعتداء على مقر الكونغرس قبل نحو عشرة أيام حيث أشارت إلى أن تحليل مقاطع الفيديو والصور والاتصالات يوحي بوجود مستوى عال ومقلق من الاستعداد مع إمكانية حصول تواطئ من داخل المبنى إضافة إلى زيارات مشبوهة إلى المكان سجلت عشية الحدث كل ذلك يزيد حسب خبراء القلق من احتمال حدوث احتجاجات عنيفة ويرفع بالتالي حالة التأهب الأمني في أنحاء الولايات الأمريكية وللمزيد من المتابع ينضم إلينا من واشنطن مرسلنا خليل بن طويلا أهلا ومرحبا بك خليل خليل كنت تتابع هذه التظاهرات التي توجهت للكونغرس اليوم في هذا المشهد في العاصمة ما الذي يبدو أن القوى الأمنية تعلمته؟ طبعا وجب أن نبدأ من ما كان الجميع يخافوا منها أن تنظم تظاهر مسلحة يوم السابع عشر من يناير بمعنى اليوم ولكن ذلك لم يحدث مكتب التحقيقات الفيدرالي واجهات أمنية أخرى كانت قد حذرت استنادا إلى معطيات وإلى بلاغات وكذلك إلى منشورات دعت في وقت سابق إلى تنظيم تظاهرات يوم السابع عشر وهذه التظاهرة ستكون بحسب تلك التقارير مسلحة لكن ذلك لم يحدث ولكن في الجهة المقابلة وتحسبا لأي انزلاق لأي طارع قد يحدث فقد ضعفت أو تمت إضافة الكثير من أسلاك الأمن الأخرى طبعا هيك عن عناصر الأمن الوطني بالحديث عن عناصر الأمن أو الأمن الوطني أو العناصر الخاصة بتأمين هذه المنطقة فإنها قد وصلت إلى خمسة وعشرين ألف هذا بحسب ما رخصت به وزارة الدفاع الأمريكية ولكن يقولون بأن العدد هنا يقارب الواحد والعشرين ليسوا جميعا متمركزون في مبنى الكابيتول ولكن متمركزون في بنايات وفي مداخل مختلفة لهذه المدينة طبعا من الجهة الأخرى أو من ناحية استمرار التحقيقات علم بأن عددا من الفاعلين فيما يعرف باليمين الأمريكي المتطرف قد ألقي القبض عليهم في تيكساس وفي فلوريدا هؤلاء أشخاص يقال أو يفترض بأنهم نافذون فيما يعرف بالتيار اليميني خليل إجراءات منع تفشي فيروس كورونا غيرت كثيرا من هذا الموعد موعد التنصيب أضيف إلى ذلك ما جرى أمام الكونغرس وكذلك اليوم هذه الإجراءات الأمنية ما الذي طبق من مراسم طبعا العاملان جعل من حفل التنصيب هذه المرة حفلا استثنائيا لم يحدث مثله في السابق تماما خلال الرؤساء السابقين أو خلال حفلات التنصيب المختلفة أولا لأنه تم اعتماد الرقم ألف كعدد للذين يحضرون هذا الحفل عوضا عن مئتي ألف في أقل التقديرات لأنه مثل ما شاهدنا في حفلات أو في مراسم تنصيب أخرى كان العدد قد يصل إلى مليون إلى ما أكثر من مليون ربما مليون ونصف مثل ما شاهدناه ربما بحسب تقديرات مختلفة في العام 2006 ولكن الآن أصبح العدد ألف فقط وربما سيكون أقل حتى أسلاك الأمن حتى الأعلميين لم يستطيعوا الحصول على ترخيصات مثل ما كانوا يفعلون من قبل قلص عدد ترخيصات قلص عدد الدعاة ولكن سيكون هناك عدد في مبنى الكابيتول ولكن ضمن إجراءات التباعد المكاني التباعد الاجتماعي وأيضا ضمن إجراءات أخرى خاصة بالوقاية أيضا وجب التذكير بأن تلك المسيرة تلك السيرة الذي يقوم به أي رئيس منتخب من مبنى الكابيتول باتجاه مبنى البيت الأبيض مرورا على ما يعرف بشارع بنسلفينيا لن يكون هذه السنة أيضا هناك أسباب أخرى ربما فيروس كورونا ولكن أيضا هناك الأسباب المتعلقة بالتهديدة الأمنية مثل ما طبعا تقول التقارير الرسمية الأمريكية خليل أخيرا هذه الإجراءات كيف تؤثر على حياة السكنين في العاصمة الأمريكية واشنطن والمدن القريبة منها وكذلك على عمل الصحفيين ربما واجبا أشكرك على هذا السؤال لأنه التقيت هذا الصباح عددا من التجار عددا من السكان الذين أبدوا تذمرا غير مسبوق يقولون إننا نشعر وكأن المدينة أصبحت مدينة تعيش حالة حرب مثل تلك الحروب التي نتابعها في التلفزيون لأنك عندما تشاهد دبابات مثل هذه أو آليات عسكرية مثل هذه في مدينة هي في العادة مدينة آمنة جدا تستقطب الملايين من السياح الملايين من الزيار ويقوم السكان والتجار هنا باستقبالهم وبممارسة النشاط التجاري المختلف معهم قد تحول الأمر إلى ما هو عليه الآن كل أنواع رجال الأمن وكل أسلاك الأمن والتحقيق والجيش موجودة في هذا المكان وطبعا الإعلاميون يواجهون أيضا تحديات لأنهم يطلبون مننا دائما أن نبرز هذه الشارات الخاصة بالاعتماد والذي لا يملك شارة عليه أن يعود من حيث أتى من محيط مبنى الكونغرس مرسلنا خليل بن طويلة شكرا جزيلا لك ونتمنى الجميع السلام وللمزيد من النقاش ينضم ولينا من واشنطن عبر خدمة سكايبر صحفي والكاتب والمحرر السابق في صحيفة USA Today ومن واشنطن أيضا باتريك تاكر المحرر في مجلة Defense One أهلا ومرحبا بكم أبدأ معك سيد لوكر هذه المشاهد إلى أي مدى تؤثر على رسالة الرئيس المنتخب جو بايدن التي قررها خلال الأيام الماضية عن ضرورة التوحيد ما بين جميع المواطني أظهر الواقع الذي تسبب به أربع سنوات من حكم الرئيس ترامب والمهام التي أمام بايدن لجمع الناس لا أظن أن المهمة مستحيلة ولكن هناك أكثر من عشرين ألف من الحرص الوطني في شوارع واشنطن والمدينة مغلقة مثل معسكر مسلح وبايدن أمامه كثير من العمل سيد تاكر ما أورده مراسلنا قبل قليل عن هذا الانتشار الأمني ما الذي منع أن يتم تواجده خلال يوم احتحام الكونغرس رغم هذه التحذيرات من الميل للعنف بين أنصار الرئيس دونالد ترامب والتحذيرات من استهداف بعض العسكريين السابقين بالتجنيد من الجماعة الانصرية هذا أمر الكثير يسألوه وهناك تقرير للمفاتيشين العموميون في وزارة الدفاع وربما سيكون هناك جسلسات اجتماع في الكونغرس وهناك عدة تفسيرات لذلك الولاية القضائية الخاصة بنشر قوات الحرص الوطني داخل منطقة واشنطن هذا أمر ليس بالسهل القيام به لأن واشنطن العاصمة ومنطقة الكابتول يحرصها حرص الكونغرس الحرص الوطني الموجودون في واشنطن هالهدف من وجودهم هو تقديم دعم إلى الشرطة المحلية في العاصمة تغيير طابع المهمة يتطلب موافقة من السلطات وهذا الأمر لم يحدث وربما كان هناك بعض العقبات أمامه ما كان يمكن من تسريع هذا الهدف كان أن يكون لك إعداد قبل الأحداث ربما تدريب مسمق وتنسيق بين الشرطة واشنطن المسؤولة عن مبنى الكونغرس والحرص الوطني والكيان المخصص لذلك كانت وزارة الأمن الداخلية والتي تصلها التحذيرات الاستقبارية التي نعرف الآن أنه كان هناك إعداد الهجوم على الكابتول ولكن لم يتم تفعيل هذا الأمر الأمر استغرق وقتا لأنه كان هناك عدة سلطات وإجراءات ولم يكن هناك بروفا لم يكن هناك تخطيط مسبق للتنسيق قبل أحداث يوم الأربعاء هناك شعور بأن هذا الأمر تم حله هذا الأسبوع أعود إليك مرة أخرى سيد لوكر هذا المشهد المعتاد ما بين الرئيس السابق والرئيس الجديد وعائلته وهم يستقبلونهم في البيت الأبيض لتعريفهم بطرقات البيت الأبيض لا نراه هذه المرة غياب هذا المشهد غياب بروتوكول أم أكثر من ذلك وكيف يؤثر على مستقبل المشهد السياسي لا أظن أن أحد توقع من الرئيس ترامب أن يكون حاضرا في حفل التنصيب هذا طبعا ليس قانون أو قاعدة بل تقليد متبع الرئيس الذي ينهي مدته والرئيس الجديد يحضران حفل التنصيب في بعض الأحيان لا يكون هناك حب متبادل من الشخصين وحدث ذلك في السابق في عام 1933 إذن هذا الأمر يحدث ولكن في القرن الماضي على الأقل عادة الرئيس التي تنتهي ولايته عادة يحضر حفل التنصيب بارك أوباما لم يكن يحب ترامب كثيرا لكنه حضر حفل التنصيب هناك معايير يتبعها الرؤساء عادة والرئيس ترامب لن يفعل ذلك والجميع يتطلع لهذه الأيام الأخيرة كان هناك إشارة لما قام به نائب رئيس مايك بانس من خطوات خلال الأيام الماضية وتصدره لمشهد انتقال السلطة كيف يؤثر هذا على مستقبله السياسي مقارنة بمستقبل الرئيس دونالد ترامب سؤي لك سيد دوكر أعتقد أن مايك بانس أمامه مستقبل لقد اتبع القانون ووقع على الإجراءات الخاصة بالتصديق على الصوات ربما سيكون لك تلويث لصمعته بسبب ارتباطه بترامب ولكن هذا ليس أمر سيؤثر عليه بشكل كبير أو على مستقبله السياسي بشكل كبير سيتكر بحديثك عن هذه الإجراءات الأمنية التي جرت خلال الأيام الماضية نظريات المؤامرة والتحريض العنصري الذي جرى خلال الأيام الماضية استدعى لدى الكثير من المتابعين مقارنة ما بين الأحداث التي تلت مقتل جورج فلويد ومشهد الكونغرس هذه المقارنة كيف تؤثر على التعامل مع المشهد الأمني الأمر معقد بشكل كبير فيما يتعلق بالتهديد من المضطرفين الداخلين لأن هناك كثير من نظريات المؤامرة التي يمكن ضحضها بسهولة ولكن إذا وصلت إلى الاستنتاج أن هذه النظريات الصحيحة تحدياً للواقع والحقائق فالمزيد من الحقائق لن تقنعك بتقبل الواقع هناك مقاومة لنتيجة الانتخابات هذه المقاومة ليست بسبب الإعلام العادي ولكن من ما قاله الرئيس ترمب وهو انعكاس للغضب والإحباط لدى الكثيرين هناك كثيرين معتقدون على غير الواقع أن الانتخابات كانت مزورة يمكن مقارنة ذلك بالتعامل مع داعش مثلاً في معنى أن هناك مجموعة من الناس مستعدة أن تقوم بأعمال عنيفة دفاعاً عن معتقناتهم في الولايات المتحدة وتطرف داخلي من قبل اليمين المتطرف هناك مشكلة أكثر تعقيداً الملايين من الناس في الولايات المتحدة مقتنعين بأن الواقع ليس هو الواقع وهذه مشكلة اجتماعية وهناك جزء مكون تكنولوجي أيضاً دخل في الموضوع والقيادة لابد أن تلعب دوراً حيوياً لابد بالبداية من رئيس ترامب لو كانوا أمناء حول نتيجة الانتخابات ربما سنرى بعض الدعم لهذا الواقع الواقع الحقيقي وهذا لم يحدث وهذا يثير إحباط الكثيرين لكن إصلاحات الشرطة في الصيف كان هناك تدمير للمتلكات في التظاهرات والمقارنة بين هذه الأحداث والأحداث الحالية ليست مقارنة سهلة هناك أوجه اختلاف كبيرة احتجاجات جورج فلود كانت قائمة على أحداث فعلية لتوحش الشرطة وقد تتفق أو لا تتفق مع الخطوات المتخذة لإصلاح الشرطة ولكن تختلف هذا الواقع مع حركة تسعى إلى قلب نتائج انتخابات ديمقراطية سيد لوكر من تفاصيل هذا المشهد المعقد كما يقول سيد تاكر إطلاع المواطنين على حقيقة ما جرى وزير الدفاع بالوكالة قال أن هناك ضرورة لإطلاع المواطنين على ذلك لكن كيف تقيم جهود إطلاع المواطنين الأمريكيين على ما جرى في مشهد الكونغرس أولا الكل رأى شراءة الفيديو ويعلمون أن غوغاء مسلحة هاجمت كونغرس وحاولت قتل الناس بما فيها ناب الرئيس فهذا أمر ليس موضع خلاف أيضا التحقيقات هناك جلسات استماع تفاصيل سيتم كشفها للتأكد من أن المتسببين يساقون العدالة ونأمل أن الناس سيقرؤون ويتابعون ما حدث لاتخاذ قراراتهم ولكن من يؤمن من نظريات المؤامرة لا يمكن أن يقتنعوا بالواقع هذا إحباط لمدة عقود في هذا البلد وفي أماكن أخرى أفضل شيء كمنظمة أعلمية هي أن تأخذ الحقائق وتقدمها أمام الناس ولكن سيكون دائما نسبة من الناس يؤمنون بالنظريات المؤامرة والخيال الآن على الأقل لن يكون لك شخص في البيت الأبيض سيكون بإشعال هذه النظريات المؤامرة أمام الجميع سيد تيكر عرف البيت الأبيض وكذلك الكونغرس بأنه مكان يمكن للزائرين حتى من خارج الولايات المتحدة أن يصلوا إليه ويتجولوا داخله بعدما جرى في يوم السادس من يناير إلى أي مدى لن نرى هذا المشهد مجددا الكثير من قاطني مدينة واشنطن الذين تعاملوا مع أشكال مختلفة من الأمن بسبب الاحتجاجات وجود عشرين ألف حرص وطني مسلح في العاصمة بمعداتهم وحواجز تفتيش هذا أمر لم يراه الكثيرون من قبل هذا الوجود الأمني المكثف وأيضا في المباني الفدرالية ربما سيبقى معنا في المستقبل المنظور ولكن هناك إحساس بأن مستوى الارتياح الخاص بالتعامل مع الساحين والأجانب هذا ربما تأثر بشكل كبير للأسف كان من السهل الذهاب في الصيف إلى مجمع لفايات وأخذ صور على بعد عشرين ثلاثين متر من البيت الأبيض ولكن هذا الأمر اختلف الآن إذن نحن نتعامل مع واقع جديد واقع أمني جديد ربما سيطول بعد حفل التنصيب وسيبقى سنرى المزيد من التمحيص الأمني في المباني الفدرالية وأيضا تمحيص على الإنترنت من قبل السلطات مثل الـ FBI والولايات الأخرى التي لديها سلطة هذا الأمر وسيكون لك نقاش كبير في الكونغرس وفي البلاد بشكل عام في كيفية التعامل وكشف علامات التحذير وهذا أمر ربما سنراه في العام القادم سيد لوكر إشارتك إلى دور الصحافة في تعامل مع أحداث الكونغرس تأخذنا إلى علاقة الصحافة بالبيت الأبيض قبل أربع سنوات والآن منذ أربع سنوات عندما أصبح رئيس ترامب الرئيس الأمريكي كان أتوقع الناس ما سيحصلون عليه لأنه لم يكن أمينا في الحملة الانتخابية والإعلام أبلغ في السنوات الأربع الماضية عن ما فعله رئيس ترامب أعتقد أن الرئيس ترامب سأخضع لنفس التمحيز من قبل الصحفين ربما لن يكون مستوى العداء موجود كما كان بين الصحافة والبيت الأبيض ولكن لا أظن هناك شخص يعمل في الصحافة سيتعامل مع هذا الرئيس بعناية فائقة أكثر من اللازم لأنه أمامنا عمل ولا بد أن نكشف عن ما يجري داخل الحكومة وبالنسبة لك سيد تيكر ما تغيير في مشهد الصحافة وتعملها مع البيت الأبيض أعتقد أننا سنرى مقاربة مختلفة مختلفة أمام الصحفيين ربما مثل تغطية عهد الرئيس أوباما ربما هناك إقرار بأهمية الصحافة وأن الصحافة تخدم الديمقراطية وأقرار عام بقيمة السلطة الرابعة الصحافة وفيما يتعلق بالتعامل مع حقبة أوباما من ناحية الصحفية كان هناك تنسيق أكبر ولما يكون هناك تسليب كبير من خبل البيت الأبيض للصحفيين سيكون هناك كفاءة أكبر وطبعا سيكون هناك نقاش داخلي فيما يتعلق بالمسائلة وفي وقت ما ربما سنرى مرة أخرى قصص تبرز فشل الإدارة إذا كان هناك فشل وسنرى استمرار للتمحيص للإدارة الجديدة الفرق هو أن كل الطرفين سيقرران بأن سواء التغطية جيدة أو سيئة الصحافة تخدم دورا هاما في الولايات المتحدة وفي الديمقراطية لا يمكن أن يكون هناك دمقراطية بدون صراح صحافة حرة وأرحب بهذا التغيير وأرحب بالإدارة التي لا تشير إلى السلطة الرابعة على أنها عدو الشعب ولكن بالتأكيد سيكون هناك التزام بالمسائلة من قبل الصحفيين للإدارة وأيضا نظر في نجاح وفشل السياسات من واشنطن رايلو كارال صحفي والكاتب والمحرر السابق في USA Today وكذلك من واشنطن باتريك تاكارال محرر في مجالة ديفانس 1 شكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة